يا سيدي يا رسول الله مستمعين الكرام ومواصلة لفقرات هذه العيلة القرآنية المباركة فهيا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنعطر المكان ونعطر الآزان بنور القرآن الكريم مع ذلكم القارئ والعلم القرآني الكبير قديلة القارئ الشيخ محمد أبو ليلة القارئ بمصر والعالمين العربي والإسلامي والقارئ والمقيم بشبلغ مركز بنها في محافظة القلوبية أدعوه إلى منصة التلاوة وأسأل الله العلي الكبير أن يفتح عليه كتوع العارفين بالله أن يطيب علينا وعليكم بفيضات القرآن الكريم فلي يتغطل قديلته مشكورة جيد خالد محمد حنفي سندوة أهل القرآن بالقليوبية وكذلك أيضا إلى أخيه الحاد محمد حنفي وأهالي الزواب الاتراب قديلة الشيخ حسين عبد الجواب الهداوي الآن مع قديلة العلم القرآني الشيخ محمد أبو ليلة قديلة الشيخ قديلة الشيخ قديلة الشيخ ما نفتح بسم الله الرحمن الرحيم أهل القرآن الكريم قديلة الشيخ قديلة الشيخ قديلة الشيخ لكم أم من الحسن أولئك أم من الحسن أم من الحسن أولئك أم من الحسن أولئك شكرا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يخذ زلوم الفزع الهكبر لا يخذ زلوم الفزع الهكبر وتتلقهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم المنزل لا يخذ زلوم الفزع الهكبر 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 يا رب كما بدأنا أولا خلق نعيض ترجمة نانسي قنقر وعدا علينا إما كنا فاعدين بسم الله محمد 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 لا يسمعون أشيسا لا يسمعون أشيسا وغلف ما اشتهت ألف سن خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم تعدون يومكم ترجمة نانسي قنقر 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 يوم أحوي أمان كفاي السجين كتبك ما بدأنا أولى محافظة أولى محافظة والذنى على نيب والذنى على نيب والذنى على نيب علينا إنا كنا فاعلين وعدا علينا إنا كنا فاعلين بك بك ولو قد كذب ما بالزبور من بعد الذكر بك ولو قد كذب ما بالزبور من بعد لأن الأرض يتبع عباد يخال يخون ولو قد كذب تحضر الظبور من بعد لأن الأرض يتبع عباد العباد وعالحون اشترك صحيح من بعد الذكر أن الأرض يرثب عبادي الصالحون إِنَّ فِي عَوْدَانَ بَلَقًا لِقَوْمٍ عَاجِزٍّ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَامِينَ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَامِينَ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَامِينَ صدق الله العظيم وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الله زاد محمداً تعظيماً وحباه فضلاً من لدنه عظيماً واجتباه في المرسلين كريماً ورأفة بالمؤمنين رحيماً صلوا عليه وسلموا تسليماً من خواتيم سورة الأنبياء فلا علينا قارئ من النبلاء يتلو القرآن بكل أتقان وإظهار فضيلة القارئ العرب الشيخ محمد أبو ليبا قارئ مصر على عالم الإسلامي فالوافق إلينا من شبلنجة فاركز بنها بمحافظة القريوبية نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعاً في هذا المقام القرآني الإيماني النوراني وهذه الليلة القرآنية التي يقيمت احتفالاً واحتفاءاً بذكرى ميلاد الحبيب ذلك أيضاً بمناسبة عقيقة المولود الكريم أحمد مصطفى أحمد هجرس الرب سبحانه وتعالى أن يبارك فيه نشكر لمن حضر من أعلام الإزاعة المصرية السادة المبتهدين الأعلام دينة الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان من أهالي المنوفية الأعلام الفنان ونب بيت القرآن الفنان إبراهيم السيد راشد كفر أبازك نشكر أيضاً لمن حضر دينة الشيخ حسين عبد الجواب شيخ مصطفى غنين شيخ أحمد الشرقاوي معالي الدكتور عبد الحكم أبو حرف دينة الشيخ عاصم السعيد الصحف الكبير الأستاذ سعيد خد أهالي الإسماعيلية الكرام شيخ غريب قد حسن شيخ محمد أبو شميس ذلك أيضاً أهالي القليوبية الأعلام شيخ خالد محمد حنفي سندوة دينة الشيخ فائز علاء دينة الشيخ محمد عرفان أهالي مني القمح الأعلام دينة الشيخ محمد سامي يوسف الأستاذ محمد تمال أهالي بنها الكرام أستاذ عمر رفاعي دينة الشيخ أحمد زوحرم دينة الشيخ محمد مرعي شيخ هاني عودة شيخ أسام عواف شيخ سامي الجندي دينة الشيخ محمد عبد الهاد العرباوي الذي هو للآلام يداوي دينة الشيخ محمد عرفان العلم القرآني الكبير دينة الشيخ كريم ياسم بعالي الدكتور محمد النهر حاج صابر الحواتي استاذ أحمد إمام سلطان شيخ علي عصام كذلك أيضا بيت آل الرماح الكرام الحاج حسين الرماح نشكر إلى طريق العمل لهذه الليلة لهندس الإزاعية الدولية لهندس محمد عاطف درويش بعزبة أبازة بمركز بنها بمحافظة القليودية وخاز الفراشة الإمامة العالمية الحاج محمد الهادي بشبر النخلة شب 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 هندسة الهواء والتصوير العالمية مهندس المهندسين وقامه مراس الشيخ اليسي مهندس ناصر صلاح واجبات ديافة المدر محمود ابو صابر بالتن الكبير الاسمالية معلم القراءات الكبير الذي دائما لا ينسى وهو في القلب شيخ عبد العظيم عيسى عربت شكرا